يعني القوات الامريكية اذا طلعت من عين الاسد وما راح تطلع وجاءت الى حرير راح تجي بغير موافقة الحكومة الاتحادية مثلا والقيادة العامة القوات المسلحة اكيد راح تجي بتنسيق او اتفاق مع الحكومة الاتحادية لا اضعفت المفاوضات بحيث خليت المفاوض العراقي ما يعرف شو نحن يحصل ثاني شي اللي راح وجايد يتصاور مع القوات الامريكية الوزد العسكري العراقي لا وزير خارجي اولابي ولا واحد كردي وزير الدفاع عمليات المشتركة قياة العمليات المشتركة هذول الجادي يتصاوضون مع الامريكان وبرعاية خاصة من السيد رئيس الوزراء القاعدة العامة القوات المسلحة يعني شنو دخل الكورت في الموضوع اصلا وذا اكو قرار فرلماني طار اكثر من اربع سنين خلي نفذوه يعني اقليب كمسان تنفذ قرار الفرلمان لو الحكومة الاتحادية هي التي تنفذ هذه القرارات هي المسئولية على الحكومة الاتحادية احنا نريد ان الحكومة كمؤسسة تنفيذية متفق عليها هي تتفاوض مع الامريكان هي التي تتفقوا يا الامريكان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة